موسيقى يالله سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طلاب المحترمين المؤذبين يعطيكم الصحة والعافية وجودكم مباركة ان شاء الله الان بدأ نبدأ ان شاء الله تعالى حصتنا هاي حصة من حصص التأسيس اذكر بي مجموعة اشياء لازم تكونوا على اقربات الواتساب لازم تحضروا التأسيس من الفيديو التعريفي للفيديو الختامي يا 2006 يا محترمين ولازم تكون الدوسية موجودة عندكم ولازم تمشوا حسب الخطة اللي بنيتها في الفيديو التعريفي الله يرضى لي عنكم يا رب يهدي بالكم تمام يا اهل الخير تمام نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم مع نوياتكم عالية جدا هذا سهل جدا بدنا الاشياء اللي بتهمنا الان ولقدام نبني عليها في المادة ان شاء الله تعالى تمام يا اهل الخير تمام نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الان ناونز اللي هي الاسماء طبعا هون مقدمة بيحكي لنا ان الفاعل والمفعول به الان في اللغة الانجليزية تكون اما اسماء الفاعل والمفعول به اما اسماء اللي هي ناونز او ضمائر الفاعل والمفعول به نحكي مثلاً أهلين وسهلين هاي الحصة كلها أجت هاي العلم كله أجت أهلين وسهلين سيدنا حياك الله أستاذ طارق عثمان يعني شو بدي أعرف تأسيسك جاهل سيدي صح رياضيات الأدبي إيش هي فخام إن شاء الله تعالى الآن تأسيس للأستاذ طارق وموجود ضمن الدوسيات ديروا بالكم نصيحة لوجه الله تعالى نصيحة قرن صار اللي بعرفه الآن أكاديمياً إيش هي نخب إن شاء الله احضروه حتى تستفيدوا 2006 2006 الله ينجحكم إحنا إن شاء الله بنبدأ صدقاً صدقاً من واحد زائد واحد ونطلع معكم سواء عن إنجليزي رياضيات عربي واختنا في المواد إن شاء الله حتى نصلى العلامة الكاملة يعني أولو في إنجليزي فيه تعبير وفي العربي فيه تعبير لو جبتم مئة وتسعى وتسعين مسامحين بس من الرياضيات ما مسامحكم إن شاء الله ربنا كدير الله ينجحكم في الأيد أمينة الله يرضى عنك شرف سيدنا الله يرضى عنك يلا أهلين وسهلين ومرحبتين حياك الله يلا يا أخواني الآن حكينا مثلاً مثلاً اللي هو تلوث عبارة عن اسم الآن بجي أحكي الآن هون عبارة عن ضمير الآن إذن الفاعل المفعول به إما أسماء أو ضمائر وكما نعرف الفاعل يؤثر على شكل الفعل الآن توافق الفعل مع الفاعل ما بيصير أحكي يذهبون خالد إلى السوق كحجم تزبط بس يذهب خالد إلى السوق المفروض المفروض إذن في الفاعل والفعل بالعربي بينسجموا مع بعض إذا كان والله مثلاً عندي أنا فاعل مفرد فحياخذ فعل مفرد وهكذا في الإنجليزي نفس الشيء في عنا إز وفي عنا آر في عنا واز وير هاف هاز الآن كل هاي الأشياء بتأثر الآن حسب شو الفاعل كان عندي بستخدم اللي هو الفعل أوكي الآن طبعاً بتكملوها هاي جملة عادية ما فيها شيء الآن تقسم الأسماء إلى أربعة أقسام رئيسية الآن أربعة أقسام رئيسية يا أهل الخير الله يرضى عنكم ويجبر خاطركم يا رب الاسم العام اللي هو الكامن ناون وهو اسم خاص بأفراد الجنس لا ينطبق على غيره مثل boy man girl dog إلى آخره إذن هاي اللي هي بنسميها common noun الآن خالد قبل ما تكمل الأربعة أقسام هل هذول الأربعة أقسام أحفظهم عن غيب لا 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 ولا راح تسأل عنهم في التوجيه إطلاقاً أنا هاي مقدمة للي بدي مقدمة للبدي يعني هذا معرفة عامة للي فيكم حاب يعرف في نتوفة هون مهمة حسنا بنمشي عليها خطوة خطوة على اسم العالم اللي هو proper noun وهو اسم يخص شخص أو مكان أو شيء ويبدأ دائماً بحرف كبير مثل الآن فلان خالد مثلاً الأشهر السنوات المحيطات البلدان وهكذا هذا منسميه اللي هو proper noun الاسم المعنوي ترجمة الحرفية الو الاسم المعنوي abstract noun وهو اسم يدل على شيء معنوي أي لا يرى ولا يلمس الآن poverty معناها الفقر كلنا فقراء لله عز وجل نقدر نلمس الفقر بأيدنا لا إذن poverty الآن كذا 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 punishment معناها اللي هي العقاب laughter اللي هو الضحك يعني الآن الأمل الله يا ربي كل حياتكم فيها مش بس أمل خير لا عن جد يعني تعيشوا إن شاء الله تعالى كل شيء بيؤدي إلى التفاؤل الله يسعدكم يا رب طيب الآن اسم الجمع اللي هو collective noun اسم الجمع هذا النوع من الأسماء يكون شكله مفرد ولكن يدل على جمع ولكننا نستخدم معه فعل مفرد الآن تعالوا بالله عليكم شو معنى هاي اللي هون هاي اللي حكيت عنها شوي مهمة الآن كلمة class صف تحكي لك عن 30 طالب الآن هاي الكلمة مفرد هاي الكلمة شكلها مفرد هاي الكلمة شكلها مفرد هاي الكلمة شكلها مفرد لكن army الجيش هذا بيدل على إيش يا أخواني اللي هو جمع المفروض ناس family فريق 5,6,7,15 شخص لكن نستخدم معه ايش فعل مفرد ايذن هاي الكلمات اللي هون نستخدم لها ايش مفرد الله يرضى عنكم يا الله هلأ بصراحة كل الأربع شغلات شوفوا عشان نبني المادة بناء صحيح ونشتغل شغل صحيح كل الأربع الشياء اللي فوق هدول اللي هون ما بلزمني ولا أي تقسيمة فيهم إلا إن شاء الله على خير لما تدرسوا انجليزي لقدام في الجامعة أو مثلا linguistics لغويات أو applied linguistics اللي هو الإنجليزي التطبيقي يعني الآن بلزمكم التقسيمات هاي وتقسيمات أخرى كمان طب شو بدي من الأربع اللي فوق بدي الكلمات هذول الأربعة تعرفوا إنهم مفرد وشكرا عفوا يعطيكم العافية هذا اللي بدنا إياه هلأ الموضوع اللي بيهمنا بصراحة هو جمع الأسماء هذا اللي بيهمنا الآن الاسم دائما يكون إما مفرد أو جمع هلأ مثنى عنا في الإنجليزي ما فيه الاثنين بنعاملهم معاملة جمع الآن مفرد واحد والاثنين جمع حتى ترى بالمناسبة بالعربي حتى بالعربي أحيانا يعامل أقل الجموع هي اثنين أقل الجموع اثنين اثنين يعني أحيانا ترى بالعربي الاثنين يعاملوا معاملة جمع مش موضوعنا الآن تعالوا هون بسم الله الآن الله يرضى عنكم يا ربي يهدي بالكم الآن لما أجي أجمع الاسم بإضافة S على آخر الاسم مثال الآن cup cups, light lights, house houses وcar cars إذن عادي الجمع العادي المعروف اللي كلنا بنعرفه الآن بإضافة ES أحيانا للأسماء التي تنتهي بالنهايات هاي إذا الاسم انتهى بالنهايات هاي فبنضيف بدل الأس ES وليس اللي هو أس مثلا box الآن boxes الآن class classes إذا انتهى الاسم بهاي النهايات فبدل الأس بنضيف له إيش يا محترمين اللي هي ES بدل الأس اللي هي ES الله يرضى لي عنكم يسعدكم يا رب الآن الأسماء التي تنتهي بحرف Y مسبوقا بحرف الآن ساكن حيث يتم استبدال حرف الواي بحرف I ثم نضيف ES الآن تعالوا بالله عليكم على هاي الكلمة الآن كلمة ستي هاي انتهت بحرف إيش يا أخواني بحرف Y انتهى بحرف Y الآن قبله حرف ساكن طب عشان أعرف حرف الساكن لازم أعرف حرف العلة بعيد عنكم الآن حروف العلة الفاولز اللي هي A والO والI والE وU هذول الحروف هذول اسمهم اللي هي حروف الفاولز فاولز يعني المقصود اللي هي حروف الإيش يا محترمين حروف العلة هلأ الآن أخواني الله يسعدكم يا رب ترى للعلم أداة في الأخذي هلأ أحيانا الحروف هذول يضاف معهم أحيانا الـ H حسب لفظه أحيانا هذول مثلا واحد فيهم حسب صوته ممكن لا يعامل كحرف إلا هذا مش موضوعنا أنا هون أخواني خواتي المحترمين المؤدبين مش موجود عشان أنظر عليكم بدنا الأشياء الرئيسية عشان نقدر نبني المادة عليها لقدام ونبني حالات استثنائية لقدام إما هسا نبلش ندق في الأشياء الاستثنائية ونترك الإشي الرئيسي هذا لا يليق أكيد مية بالمية الآن كلمة country مثلا هاي انتهت الآن بحرف Y انتهت بحرف Y قبلها حرف ساكن لاحظوا consonant اللي هو حرف الساكن هذا الـ R حرف ساكن مش من هذول الحروف هذول إلا باقي الحروف حروف ساكنة إذن هذا حرف ساكن فشو بنعمل يا محترمين لما نيجي نضيف له الآن S ما بحط له S مباشرة بشطب هاي وببدلها ب-I-E-S فبتصير ستة زي هيك country لاحظوا كيف صارت army لاحظوا كيف صارت اللي هي I-E-S story لاحظوا كيف صارت اللي هي stories lady لاحظوا شو صارت اللي هي ladies إذن الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم ننتبه لحرف ال-Y هلأ ملحوظة هون الأسماء التي تنتهي ب-F أو F-E نستبدلها ب-V ونضيف I-E-S هلأ الآن للنقطة الرابعة مثلا في حالات استثنائية طبعا في حالات استثنائية لكن ما بدنا نخوض في تفاصيلها الآن وبتوهكم خلينا على القاعدة الرئيسية يا أخوان بالله عليكم ولاحقا حنشوف أي استثناء بيمر علينا يرضى عنكم رب إن شاء الله الآن هاي اللي هون انتهت ب-F الآن إذن بشطب ال-F بحط مكانها V-E-S الآن ثيف معناها حرامي بعيد عنكم الآن نشطب ال-F نحط مكانها V-E-S wife زوجة يعني بتصير هون wives زوجات roof الآن بتصير اللي هي loves الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله طيب إذن انتهى إذن انتهى ب-F أو F-E نستبدلها ب-V ونضيف اللي هو ال-E-S الآن بعض الأسماء يكون جمع حشاذ أي لا تأخذ S في الجمع تعالوا نشوف foot الآن جمعها feet مثلا mouse جمعها mice مثلا الآن هون معناها قدم هاي معناها أقدام لاحظوا ما حطيت لها اللي هو أس tooth الآن جمعها تيت لاحظوا جمعها شاذ هلأ بصراحة بصراحة بيهمنا هاي اللي هون كثير بتهمنا هاي اللي هون كثير man men child children وبيهمنا كمان ضيفوها انتو عندكم من هسا عشان نخلص منها الكلمة women الآن جمعها women الآن هذول محترمين جمعهم استثنائي جمع شاذ لاحظوا الجمع مش زي الجمع اللي احنا بنعرفه الله يرضى لي عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله على بعض الأسماء تبقى على شكلها في المفرد والجمع يعني مفردها وجمعها كل نفس الشكل طلعوا بالله كلمة fish ما فيه اشي يسمو fishes مثلا sheep ما فيه اشي يسمو بنضيف لاس species هي نفس الكلمة مفرد وجمع هاي الكلمة اعرفوها معناها اللي هي فصيلة تستخدم مع يعني أجلكم الله أجلكم الله مع الحيوانات فصائل أجلكم الله الحيوانات والنباتات species أوكي الآن يا حل الخير هلا اللي حكيته فوق اشي حلو الكلمات هذة اللي هون تهتموا فيهم اللي هذول 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 إلى الأسماء التالية والتي نعاملها معاملة الإسم المفرد طبعا إخواني هسأل مضلة الرئيسية لشغلنا الكاونتبل والأنكاونتبل ناونز أسماء معدودة وأسماء غير معدودة الله يرضى عنكم يا الله هذا تفصيله حيمر معكم لقدام في المادة في جزئيات متناثرة في المادة هذا اسم غير معدود كلمة information كلمة advice كلمة homework كلمة knowledge كلمة energy حيمر علينا لقدام شوي فما بدي أنا إحنا نروح على شغلات مش وقتها الآن بس بدي معلومة شايفين الجدول هذا كله يا محترمين كل الأسماء اللي هون هاي تعتبر أو تعامل معاملة الإسم الإيش يا حضرات الإسم المفرد الآن السوائل كلنا بنعرف أظن هاي السوائل هاي الآن المي والجهوة والشاي والحليب والزيت كلهم هذول يعاملوا معاملة إيش اللي هم الإسم المفرد الله يرضى عنكم يا رب الآن المواد الصلبة مثلا يعني قسمت تقسيمها زي هيك المواد الصلبة ice bread الآن إلى آخره تعامل معاملة الإسم المفرد الغازات يا إخواني الآن الأكسجان مثلا smoke الآن pollution pollution معناها اللي هي تلوث pollution معناها تلوث الآن smoke اللي هو الدخان الآن هاي كله هاي تتعامل معاملة الإسم المفرد الأشياء الصغيرة كلنا بنعرف أنه مثلا الرز والقمح والأشياء هاي تعامل معاملة السكر والملح وإلى آخره معاملة مفرد الأسماء المعنوية هذا اللي هون الله يرضى لي عنكم يا رب يهدي بالكم هذا تكتبوا جنبوا مهم جدا هذا مهم جدا يلا وين هم طلاب التوجيه الصح اللي بدهم يشتغلوا هذا الجدول جدا مهم بصراحة الكلمات اللي فيه الأكثر أهمية يا أهل الخير وين فيه لون هيك أنا ما بعرف هذا كتير برتاح لما أشتغلوا هذا اللون الآن يحل الخير يحل الخير يحل الخير الآن Advice معناها نصيحة يلا معكم خطوة خطوة نصيحة Information معلومات معلومات News أخبار ديروا بالكم ترى هاي هاي مش أسل جمع هاي News يعني هو صراحة والأصل الأصل منها يعني يشاع أنه أصلها North East West South The Four Directions الأربع اتجاهات لأنه الأخبار تأتي من كل حدب وصوب Education اللي هو التعليم التعليم الآن Fun معناها الضحك الانبساط يعني Health الصحة الآن هاي الكلمة Knowledge معناها معرفة هاي مهمة هاي الكلمة مهمة معرفة Knowledge معرفة طيب الآن Music Voice button في الوحدة الأولى الآن بقرود نكتبهم طريقة معينة ونحل عليهم احنا استفيد من المعلومة هاي كثير مش شوي الآن اللغات يا أبطال الآن Arabic Chinese English الآن هاي لكل اللغات كلها معاملة مفرد المناهج الدراسية كلها معاملة مفرد حتى لو انتهت باس Physics مثلا الآن إذن معاملة مفرد الآن الشغلات التسلهة لألعاب هاي كلها معاملة مفرد النشاطات العامة هذول اللي هون ايش هذول النشاطات العامة اسم حلول لكلمة اللي هي المصدر المصدر المصادر تعمل معاملة مفرد إذن هذا الجدول اللي هون كله يعامل معاملة مفرد المهم في اللي هي هاي الأشياء المعنوية هاي اللي هون جداً جداً المعدودة تعامل معاملة المفرد الآن محترمين الله يسعدكم يا رب الآن الظواهر الطبيعية الكلمات الآن وذر اللي هو الطقس مثلا الآن الأشياء هاي مش هالكثير مهمة يعني اللي تحتها بدنا منها الله يرضى لي عنكم يا رب هاي الكلمة هاي جدا مهمة معناها اللي هي أثاث كثير مهمة حفظوها مفرد معناها معدات الآن احنا بالنسبة لنا معدات بالنسبة لنا معدات جمع بالعربي انا بحكي عن الكلمة بالمفرد هاي مفرد فوت طعام فروت اللي هي الفواكه الآن بلزمنا من الأشياء اللي هون كلمة موني مصاري هاي مفرد حلا ما بدنا ندخل فيه الآن والله لو كانت كلمة موني مفرد طب لو كان مثلا بحكي لي عن عملة معينة وعدد رقم مثلا مبلغ معين مو وقته الآن مو وقته اتفقنا اننا بدنا نبني المادة بناء يليق فيها وفيكم وفيها أنا يعني المقصود مبناش هسا ندخل فيه شغلات الآن مش وقتها الآن الله يسعدكم يا رب ويهدي بالكم ان شاء الله ايذن هاي فيه اشي في الحياة اسمه اسمه شمالها مفردة الآن الان بويز جمع معناها حل اللي هيكون اللي هو فورنيشر الاثاث الآن از ايذن هون از الان العربي لغات مفرد تنس لعبة هاي الآن هاز الآن اوار تشيلدرن جمع لاحظوا إذن جمع اللي هي جو هلا هاي هاي اللي هون هاي لو ما عرفناها مش مشكلة هاي متعلقة ها متعلقة الآن متعلقة بالوحدة الأولى متعلقة بالوحدة الأولى هاي قاعدة يا أخواني قاعدة متعلقة بالوحدة الأولى يعني هاي الجملة هاي عادي جدا هسا حاليا هاي الجملة الله يرضى عنكم يا رب وبيزي عنا يا طويلين الأعمار عشان نطلع منهم كلهم الآن هاي الجملة والجملة اللي بعدها خمسة وستة هذول الجملتين متعلقات بالوحدة الأولى بس أهم شيء أهم شيء أنه أعرف أنه معاملة إيش هاي اللي هون جمع طب هاي اللي هون معاملة إيش مفرد في الوحدة الأولى لما نوصل للوحدة الأولى إن شاء الله على خير وهدات بال ندخل في تفاصيلها بنناقش كل هاي الأشياء الآن all your news هاي اللي هون مفرد دينوا بالكم is wrong الآن الطقس ما له is milk ما له has الآن grass العشب إذن مفرد is الآن boys جمع هاي اللي هي ذا لازم تكون الآن boys اللي هو are rain مفرد إذن has English لغة إذن is الآن the snow الثلج يعني إذن has rice مفرد إذن isn't grown إذن الله يرضى عنكم ويهدي بالكم يا رب أنا أهم شيء بيهمني لوا كيف نتعامل معهم وهون وصلنا لدوسية الحفظيات الآن إذن هاي اللي هون مش شرح للأسماء في فرق ما بين شرح الأسماء وما بين اللي هي المقدمة الهامة للبدء في الأسماء لاحقا ليش دور التأسيس هاي الله يرضى عنكم يا رب بد الأشياء اللي نقدر نبني عليها المادة إن شاء الله تعالى لاحقا الله يرضى عنكم يا رب يهدي بالكم أذكر كما بدأت يا محترمين يا مؤدبين ضرورة تكوني على قربات الواتساب كلكم واحد نقطة رقم اثنين الله يحميكم يرضى عنكم يا رب الدوسية هاي لازم تكون موجودة معكم نقطة رقم ثلاثة حضور حصص التأسيس من وين من الفيديو التعريفي للفيديو الختامي المفروض كلهم وحسب التسلسل تأسيس واحد تأسيس اثنين تأسيس اثنين وهكذا الله يرضى عنكم يا رب وتكونوا تردوا على كل صغيرة وكبيرة بحكي لكم إياها فالكم التوفيق والتيسير الله يرضى لي عنكم يهدي بالكم يا رب أن عجبت لهم قالوا تماديت فيه في المرى وفي المثل العليا وفي المرتقة أصعب سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أهل الخير اشتركوا في القناة